السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة إن شاء الله يا جماعة في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الفرش من البوليستر بعد عمل جوالب الفايبر أنا على حد علني إن معظم الناس ينظف الفرش باستخدام التنر والنهاردة إن شاء الله هنقول على حاجة سهلة وبسيطة ومتوفرة وبتدي كفاءة عالي جدا في تنظيف الفرش وهي مسحوق الغسيل المسحوق الغسيل العادي اللي إحنا بنستخدمه في البيت لغسيل الملابس أظن دي حاجة متوفرة طبعا في كل البيوت دي الفرش يا جماعة اللي أنا كنت بشتغل بها في الجالب بحط شوية مسحوق في شوية مية يعني عل بقى فيها مية بحط فيها شوية مسحوق غسيل وبجلبهم كده عشان يعملوا رغوة يعني وبعدين بحط الفرش دواهم كده كل ما اشتغل وببدأ بسكينة معجون زي ماكوا شايفين أطلع منها البوليستر مسحوق الغسيل يا جماعة بيدوب البوليستر اللي على الفرشة تماما بس انت عليك باستخدام سكينة انك انت تطلع البوليستر اللي ما بين شعر الفرشة يعني يعني دا دورك انت انك انت ما تسيبش كمية من البوليستر ما بين الشعر لان حتى لو المسحوق الغسيل مش هيخليها تنشف ولكن دا برضو هيخلي الفرشة ما تبقاش بكفاءة كويسة فانت دورك انك انت تطلع كل البوليستر بالسكينة بنفس الطريقة اللي انا بعملها ديات انا بصراحة جماعة من ساعة ما بدأت استخدم مسحوق الغسيل وانا بصراحة مش فاكر من انت والله انا يعني يعني من زمان جدا وانا باستخدمه ولكن من ساعتها وانا باستغنى او استغنيت عن التنر تماما يعني ما بجيبش استخدمه تماما لان زي ما تشايفين الفرشة بترجع يعني نظيفة تماما بس المهم انك انت تخليها في المية حتى بعد ما تنظفها يعني بعد ما تنظفها سيبها في المية زي ما هي ما تطلحاش من المية وحتى في تنظيف الادين يا جماعة مسحوق الغسيل زي ما تشايفين انا بنظف به ايديا شوية مية ومسحوق الغسيل نضاف كده على جيم بعيد عن الفرشة وبحت الجماشة تمسح ايديك وكأنك ما اشتغلتش ودي الفرشة يا جماعة يعني يمكن بجالها اكتر من عشر اتناشر يوم يعني من ساعة ما عملت اول جالب بيها وزي ما انتم شايفين يعني ممكن كمان تعمل جالب تالت لو انا حابب يعني وان كنت انا اصلا ما كنتش مهتم جوي في نظفتها في المرة الاخيرة لاني ما كنتش عامل حسابي ان انا هعمل بها حاجة تانية يعني هي خلاص كده يعني قدت دورها وتمام اتمنى يعني تكون المعلومة الصغيرة ديت يعني مفيدة للناس وتنفع الناس وتوفر عليهم واتمنى في اخر فيديو ما تنسوش تدعو لي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا